السلام عليكم العديد من الأصدقاء والمتابعين يتواصلون ويانا دائما بالمنتدى وقروب التليجرام وصفحة الفيسبوك وكلهم يسألون السؤال واحد شنو أفضل جهاز أشتري للعبة الباب جي و الكول اوف ديوتي وخصوصا شبابنا الصغار اللي بادين بقنوات اليوتيوب للألعاب وبرأي واحد من الأفضل بهذا المجال اللي لم يكن الأفضل هو الروك تو من اسوز مرحبا إياكم حسن من قناة تك تايم وأهلا بكم بمراجعة دقيقة وتفصيلية وبمعلومات رح تسمعوها لي أول مرة عن بعض جوانب هذا الوحش ما كانت أتصور أنه تكون بيه ظلوا يا اي قبل ما نغوص بتفاصيل ومواصفات هذا الوحش لازم نتناقش بأسس اختيارنا لجهاز الجيمينج وهي الجوانب اللي لابد أن تتوفر بالتليفون حتى يكون جهاز موجه لهاي الفئة تحديدا وهي الجوانب الأساسية هي شاشة خرافية وعملاقة عتاد مفرط القوة اكسسوارات وأخيرا نظام تبريد والأسوز روغ يوفر لك بحر مثل عطم من هاي الجوانب أبقى على جودة وأنسب سعر وأفضل أداء لكن الجهاز أصدقائي مو كامل بيعيوبه المهمة والمهمة جدا فتابع لي للنهاية وأحكم يفيد استخدامك أنت لولا طبعا النسخة اللي ويانا اليوم هي نسخة تنسنت هاي نسخة من الأسوز مصممة بالتعاون ويا شركة تنسنت مالكة ألعاب فاب جي والكولوف ديوتي فالتصميم والمواصفات رح تكون من الأفضل بهاي الألعاب طبعا الـ ROG هو مختصر لمصطلح Republic of Gamer أو جمهورية اللاعبين هاي فئة من التصنيف تطلقها أسوز على لابتوباتها البطلة بعالم الجيمينج ومحمد صديقي يستعمل واحد من أبطال هاي الفئة من اللابتوبات هو الأسوز Zephyrus المهم هاي الأجهزة تجي بطابعة خشن مميز يجوز تحبه يجوز لا ما تحبه لكن عشاقة كثر ومن لحظة تشيل التليفون بإيدك ماكو واحد ما راح يسئلك هذا شنو التليفون لبيدك تصميم ملفت إضاءة LED متذبذبة شعار مضيء خصوصا بالليل راح ينطي جهاز إحساس رياضي متألق لكن خلي في بالك التليفون ثقيل وثقيل كلش وزنة تقريبا 240 غرام مصنوع من الزجاج من الأمام للخلف لكن من الأمام طبقة الحماية هي من الجيل السادس والأحدث أما من الخلف هي من الجيل الثالث وهذا شيء مستغرب أيضا ماكو أي مقاومة للمي والغبار وبأي معيار ولازم تنتبه هنا أنه التليفون بمدخلة نيو اس بي سي الأسفل الأساسي بالتليفون وهذا للشحن الثانوي جانبي ومغلف بربر خاص وهذا هام تايب سي لكن من الجيل الأول تربط بالإكسسوارات الإضافية ولهذا أصدقائي إمكانية دخول المي لهذا التليفون جدا قوية وبسهولة تتلف محتويات الداخلية أيضا أكو زرين رقمية أو هابتك مخصصة بالجانب الأيمن من التليفون علوية وسفلية تقدر تستعملها وتخصصها للعمل مثل الشافتات مع الجويستيك بالبلاي ستيشن هاي تقدر عبر الضبط تتحكم بيها بنقطين على الشاشة مثلا في بابجي تقدر واحدة تسويها لإطلاق النار والثانية للسكوب ومن تستعمله نصدقني تنطيق أفضلية سحرية باللعب على الخصوم والمساكين وتحس أنت مثل المسوي هاكر هنانا جانب أساسي ثاني من تجربتك ويا الراغ خصوصا إذا أنت قيمري عنيف لأن الشاشة عملاقة 6.6 بالعشرة إنج عاملت بدقة الفول أش دي بلاس اتغوم ركب ألوانها الجميلة والدقيقة وهاي الشاشة من الأدق والأعلى بالعالم إذا ما تكون الأعلى بدقة الطيف اللوني دي سي آي بي ثري كالرقامت عد المية وثمانية بالمية وماكو شاشة مثلها أبد وبما أنه أنت قيمري أصيل ومتابع ويايا لحد الآن فإذا أنت تهتم بكل فريم وتفصيلة تشوفها بشاشتك وهاي الشاشة رح تدعم لك الرفراش ريت الأعلى من المية وعشرين هرتز تقدر تقالي لأبراحتك تسعين أو ستين حسب اللي عبدت تستعملها أو الاستخدام من اللي تريده لكن الأهم من الرفراش ريت برأيه وللقيمارية خصوصا هو معدل استجابة الشاشة لللمس أو السكرين سامبلنغ وهذا بالروج هو الأسرع عند الـ 240 هرتز وحتى تعرفون هو جغال سريع و جغال سريع استجابة هاي الشاشة خلوا في بالكم أنه الآيفون داعش برو يجب معدل لمس 120 هرتز أما الأسوز فبـ 240 هرتز وهذا شي كبير و كبير جدا لكن أكو عب واحد فقط بهاي الشاشة هو الديمينغ أو ظلام الشاشة منتقلل الإضاءة وتحاول تلعب بجو مظلم من حولك حتى لا تتعب عينك هاي الشاشة تتعبها لعينك ما تقدر تصفر ظلامها أو تظلمها جدا حتى لو تقلل الإضاءة للصفر تبقى بيها إضاءة عالية نوعا ما لكن كإضاءة الشاشة قصوى فرح تلقاها ممتازة عدة 650 نتز طبعا قبل ما ما أنسى أكو حافات علوية و سفلية نوعا ما و تشبيرة لكن وجودها لسبب وهذا السبب محدد و هام جدا و راح يفيدك كثيرا كمستخدم عادة من أساوي مراجعة لأي تليفون ما أدخل بتفاصيل النظام خصوصا ذات جهاز أندرويد لأن كل شركة عدها سكن أو واجهة مالتها خاصة بيها بيها حركات هواية ما أقدر ألم بيها بالفترة القصيرة اللي أجرب التليفون لكن هنا راح أركز شوي على النظام وواجهة السوز رائعة و مليئة بحركات تفيدك كلاعب و مالك للجهاز بشكل ما شفته بأي تليفون أندرويد قبله وأول شي ثيمات لأن السوز خلت لك ثلاث ثيمات بجهازك اثنين مخصصة للجيمينج واحد كلاسيك راقي وبسيط وأنيق تحس مع زين سيكس للي ما يحبون الحركات والألوان و هاي الشغلات بس اللي ما أخذهش تليفون أصور يدورهن لكن هاي الشغلات شي جميل و زين يو آي تعبان عليه السوز و هواية بالفترة الأخيرة و صار شي فاجئني بصراحة عن الأجيال السابقة ماته متميز و حقيقي و مستقر جدا أيضا عندك مودات متعددة للتشغيل الهاتف اقتصادي و اعتيادي و performance mode وهذا performance mode هو أبو الخبزة مثل من نقول أحلى العراقيين أو المود الأقوى اللي ينطيك أعلى أداء وأعلى فريمات بأي شي تستعمله وأعلى كل شي لكن هنانا أصدقائي البطارية بهذا المود تنشره بشرب وبسرعة مخيفة يعني جولة PUBG بهذا المود ساعة واحدة راح تطير لك 23% من البطارية وأيضا الحرارة تصعد بهذا الجهاز رغم فتحات التهوية و شرائح التبريد العملاقة من النحاس الموجودة لكن بهذا المود عدا عن المراوح الإضافية الخارجية رغم هذا كله بهذا المود و هاي الحرارة انسى أكو تعليق أو تهنيق بالأداء انساها و اتطمن أيضا من ميزات النظام وجود دارك مود و الميزة تسجيل الشاشة و بعدك خيارات محترمة و أيضا تسجيل المقالمات و فكرة تسجيل المقالمات شي مفيدة جماعة التجسس و المؤامرات عدا عن هذا كله و الأهم منه هذا مثل تطبيق راح تلقى ألعابك كلها تشتغل منه تختار مود الجهاز و الضبط ما للتليفون من مكان واحد و إلعب براحتك و أيضا عندك شي اسمه جني أو جني الألعاب هذا راح ينزل فوق أي لعبة بالسحب من الحافات ينطيق خيارات توقف الإشعارات تسجل تبث مباشر ترفع الجيم على منصات مختلفة يوتيوب و غيرها و آخر و أحلى شي بهذا التليفون بالسوفتوير هو اللي قلت لكم عليه بالبداية اللي هي الزرين الرقمية بالحافة ما للتليفون اللي يمنى تقدر تخصصها لأي لعبة وتتحكم بالشاشة و أنا اعتبرها أهم نقطة من نقاط السوفتوير والهاردوير هذا التليفون وتميزك وتعمل بكل الألعاب المهمة PUBG و Fortnite و Call of Duty و أسفلت و غيرها وبحسب السوز هاي راح تنطيك أفضلية خرافية تماما على المنافسين أنا حسيتها و أنطت للروج أفضلية على بقية الأجهزة برأي الأسوز هو ملك الأرقام أقوى عتاد بأي تليفون ألعاب تلقاه و يهيش تليفون وبهذا السوفتوير الخرافي السوز استعملت الأقوى والأفضل واللي راح يبقى ينطيك نفس الأداء سنتين و ثلاثة و أربعة جاية لأن المعالج هو السناب دراجون 855 بلس و رام 8 GB و ذاكرة 256 أو 512 GB طبعا هاي نسخة التنسنت أما أكو نسخ ثانية فتلقاها برام 12 و ذاكرة 512 أنت اختار بمزاجك أيضا نظام مراوح خارجية إضافية موجودة لزيادة تبريد المعالج والمحتوى الداخلية تقدر تربطها جانبيا وتسمع المراوح من تشتغل لكن هاي النقطة لازم أذكرها أنه التليفون يحمى وترتفع حرارته وبشكل عالي خصوصا بالبرفورمانس مود وبتردد الشاشة 120 هيرتز بحيث تحس الحافات صارت حارة و مو مريحة لكن كأداء ما شفت أي فرق و لا ساعات من اللعب المتواصل أيضا وجود المراوح الخارجية الاكتف ايرو كولينغ والفيبر تشامبار كلها تسوي لك فرق بالأداء لكن خلي في بالك الحرارة تصعد واحد من أهم جوانب الأسوز هو البطارية هنا أنا عندك بين إيدك وحش عملاق ببطاريته بسعة 6000 ملي أمبير أمبير ينطح أمبير شحن سلكي سريع بقدرة 25 واط خلي في بالك الشاحن اللي بالعلبه وياه بقدرة 30 واط لكن فرق 5 واط رح تستعمل لشحن الأكسسوارات المربوطة بالتليفون ومع ذلك الشحن من صفر للمية في تشي بطارية متوحشة هو خلال 102 دقيقة وإذا تستعمل التليفون بوضع الـ Performance Mode فراح يطير الشحن طيران 22-23% كل ساعة لعب من Call of Duty أو PUBG لكن إذا تستعمل Normal Mode وتلعب شوية قليل فيوم وين شحن وتبقى عندك فوقها 14% زيادة ما عندك لا شحن لا سلكي ولا شحن عكسي للي يسأل أجاوبه من هسه هنانا نحيي أسوز على ترتيب السماعات الممتاز تلقي عندك سماعتين مزدوجة أو ستيريو سبيكر خلتنا أسوز بوجهي التليفون بالشاشة الأمامية بتشن العلوي والسفلي للشاشة وهذا رح يخلي السماعتين مواجهة اللاعب مو علوية وسفلية بحافة التليفون وبالتالي رح تقدر تلزم التليفون من حافاته بدون إغلاق منافذ السماعات جودة السماعات محترمة توصل للـ 91 ديسيبيل بصوت الجيمينج والمكالمات وهذا شي خرافي أيضا مدخل 3.5 ملم موجود للي يحب يستعمل سماعاتها المحيطية باللعبة هاي الحلقة برعاية أصدقائنا بمركز سمر سنتر بالمنصور مشكورين يوفروننا أغلب وأحدث أنواع الأجهزة والهواتف المحمولة وبأنسب الأسعار أنوانهم أرقام الكول سنتر رح تلقوها بصندوق الوصف وظاهرة أمامكم بالشاشة وصلنا أخيرا للكاميرات هنا نقطة الأضعف بالجهاز لأن هذا الجهاز ما موجهته السوز للتصوير الكاميرات متوسطة بامتياز تنطيق صورة بجودة اعتيادية ماكو شي خارق نهائيا كاميرا تيم بالظاهر الأساسية بقوة 48 ميجا بيكسل F1.8 تثبيت ليزري PDAF أوتوفوكس سريع وهي تنطيق صورة بجودة محترمة بالإضاءة الزينة وتقل الجودة بشكل واضح كلما تقل الإضاءة شوية أما الكاميرا الثانية فهي بقوة 13 ميجا بيكسل F2.4 تعبانة نوعا ما وصورها أقل جودة الترتيب مع الكاميرات يشبه ما للعي 51 تقريبا فأداءها متوسط لكن يكفيك احتياجات يومية واستعمال عادي أما إذا تفكر بتليفون للتصوير الاحترافي اترك الروج واشتري مي 30 برو و 5 جي أصدقائي هذا الجهاز متوفر حاليا يوم أصدقائنا بمركز سامار سنتر بالمنصور أرقام الشباب وعناوين هم ظاهرة أمامكم بالشاشة وبسعر ممتاز برأي نتمنى أن يكون الفيديو نارضاكم هذا كل ما عندنا لهذا اليوم لا تنسونا من اللايك وشير وها هي في أمان الله